خلينا نكون منتفقين على حاجة حضرتك لو لغاية دلوقتي ما اكتهدتش واشتغلت جامد في العشر الاول من زي الحجة يبقى احنا عندنا اكيد مشكلة حقيقية خلينا فاهمك المشكلة فين يعني المشكلة مش مجرد ان انت ما اكتهدتش وموضوع عادي لا انحنا الموضوع بيعبر عندي عن مشكلة ذاتية فيك ليه لان انت غالبا نفس الشخص اللي اشتغل كويس في العشر الاواخر من رمضان او على الال كان يعني معقول يعني كان في قيام الليل في قراءة قراءة اكيد في صيام نفس الشخص هو انت مفيش دلوقتي يعني يعني يكاد يكون مش بتصوم تقريبا او يصوم طيوم بالكتير مفيش قراءة قرآن زي اللي انا متخيلها رغم ان احنا عند المقارنة هنجد ان العشر الاول من زي الحجة ما تختلفش عن العشر الاواخر من رمضان في حاجة بل بعض العلماء بيخليها افضل من العشر الاواخر من رمضان وكفاية ان النبي عليه الصلاة والسلام وصفها ان هي احبوا الايام او احبوا الايام التي يعمل فيها ما من ايام من العمل الصالح فيهن احبوا الى الله من هذه الايام طيب طالما هنا الفضل هو الفضل ويمكن كمان العشر الاول فضلها اعلى ليه انا مش مجتهد ايه الفرق بين العشر الاول من اواخر من رمضان والعشر الاول من زي الحجة الفرق في عوامل مساعدة بمعنى انا في العشر الاواخر من رمضان لما كنت بشتغل كنت بشتغل لكذا سبب اولا في دافع ذاتي جوايا عايز اشتغل بحب ربنا مشتاق الى الجنة عندي رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى ده بيسميه دافع ذاتي لكن كان فيه عوامل مساعدة زي تصفيد الشياطين فتح ابواب الجنة غلق ابواب النار الكلام اللي انتو عارفينه الصحبة الصالحة الجو العام المساعد في رمضان كل العوامل المساعدة دي اختفت مفيش بقى تصفيد الشياطين في العشر الاول من زي الحجة مفيش فتح ابواب جنة مفيش غلق ابواب نار مفيش الجو العام اللي بيشجع على الطاعة كل ده اختفى وبقي ليك حاجة واحدة بس وهي الدافع الذاتي علشان كده ارجع اقولك انا لما بدأت الكلامي قلتلك الموضوع ده هيكشف لنا مشكلة حقيقية عندي الدافع الذاتي لان انا الان دلوقتي باعتمد فقط بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على الدافع الذاتي يا تارى انا عندي دافع ذاتي قوي ولا كان شغلي في رمضان علشان العوامل المساعدة كانت قوية لو انا دلوقتي بشتغل كويس في عشرة الحجة يبقى تمام الدافع الذاتي بتاعها قوي مقدار الخير اللي في قلبك مقدار حبك لله سبحانه وتعالى مقدار شوقك للقاء الله سبحانه وتعالى مقدار رغبتك في ما عند الله سبحانه وتعالى ده الدافع الذاتي اللي خليك تتحرك ولعل ده من الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين العمل الصالح وبين الحب فقال اما من ايام العمل الصالح فينا احبوا الى الله وكأن العشر ده اختبار فعلا قوة محبة قوة شوق قوة دافع ذاتي لذلك خطير جدا الموضع ده ليه انا بقول خطير لان الدافع الذاتي ده هو اللي هيكمل معاك بمعنى الدافع الذاتي ده هو اللي هيفعك لما تخش الجيش الدافع الذاتي ده هو اللي هيفعك لما تعزل لما تسافر لبلد لما تبعد عن صحبتك الصالحة مش هيفضل لغير الدافع الذاتي عشان كده لازم تعتقد دائما انت انه مفيش غيرك ومفيش حاجة تساعدك كان ليه واحد حبيبي كان مؤثر شوية في حفز القرآن فقال لي شيخ انا حاسم المشكلة ان انت طيب معايا ومش بتشد علي وانا فكر اروح لشيخ تاني شد علي قلت له انا عنديش مشكلة تروح لشيخ تاني بس سداني مش هدي المشكلة انت مشكلتك وعدت بقى شرحت له قضية الدافع الذاتي دي كلها قلت له سداني بس قالت الشيخ ده مؤثر ضعيف لكن الدافع الذاتي عندك لو قوي هو ده اللي هيحركك في اي ظروف وبكرة هتحفظ لوحدك وبكرة هتخش الجيش وبكرة مش هتلاقي جنبك اي حد فهم الموضوع ده ومن ساعتها وهو ما بيقطعش الحفظ معي ابدا الدكتور في الجامعة مش بيقولك ذاكر المعيد مش بيشدة عليك ورغم ذلك اول ما بنعرف اللي انت حنقرب كله بيشتغل وكله بيذاكر ليه لان الدافع الذاتي موجود الرغبة في النجاح الرغبة والخوف من السقوط هو ده اللي بيسميه دافع ذاتي هل انت فعلا بتتحرك ذاتيا راغبا في ما عند الله بتحبه بجد مشتغليه بجد تخاف من النار بجد بتتحرك ولا الموضوع ضعيف اللي عايز اقوله في خلاصة سريعة ان لو انت عندك الدافع ذاتي موجود الحمد لله حاجة جميلة جدا لا انا تعبان اكتشفت فعلا كلامك صح انا الموضوع ضعيف معايا احنا فيها يعني انا دلوقتي عايز اكتهد على نفسي شوية ان اكتشفت انا عندي مشكلة يبقى في الاول هستعم بالله سبحانه وتعالى اكثر من الدعاء ان يعينني الله سبحانه وتعالى على ذكري وشكري وحسن عباداتي انتقل الى ان انا اتكى على نفسي شوية يعني اجبر نفسك الموضوع مش لازم يجي ان انت عايزه مفسوء لا احمل نفسك عليه انما الصبر بالتصبر انما العلم بالتعلم انا اقوم بالليل اصلي الصبح امسك مصحفول انا مش هقوم لغاية ما اخلص جزء اقوم صايم واستعم بالله كمل يومك ان شاء الله هيكمل كل يوم تطلع صدقة هتلاقي بعد الوقت ان انت بتالين الموضوع ده بعد ما كنت بتعمله بتكلف هتلاقي نفسك بتعمله دنيا فكت معاك لان ربنا رأى فيك صدق ورأى فيك بزل قيام قراءة القرآن صيام صدقة هتكبر نفسك يوم يومين هتلاقي اللي عملية تتالكت بعد كده اقرأ عن الجنة والنار اقرأ عن فضائل الاعمال اقرأ في سير السلف الصالح صاحب الصالحين واستفد منهم كل ده بينمي عندك دافع دافع ذاتي كمان ممكن نعمل عمل صالح دعوة الى الله سبحانه وتعالى ان تخلي كل حد بتوعينه انت على الطاعة في العشر الاول في مزان حسناتك لو نشرت فيديو زي دوت فكرت غيرك والناس تحمست بسبب العمل الصالح يبقى انا عملي في العشر الاول من زي الحجة هو عملي وعمل كل الناس اللي استفادت زي من الاجر دوت اجر دعوة واجر دعوة الى الله سبحانه وتعالى ناس الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكر وشكر حسن عبادتي اجتهدوا لسه في وقت العشر ما خلصتش انما الاعمال بالخواتيم السلام عليكم